جواني بيسان قصة حب لا تنتهي اوكي نرجع بجواني بيسان حرب العالمية الثالثة شنو اللي صار بالساعات الماضية جواني نتزل اغنية اللي هي كانت فيها دس على بيسان وبناس الوقت بيسان تيكيت والدس الصراحة كان مرة قوي مثل ما شايفين بهذه اللقطة كان فيها وجه بيسان طالع بالفيديو كليب وصراحة يعني دس هدس قوي فمن الواضح انه بيسان اتغلت هاي الثغرة وقدرت انه تحدف مقطع جواني او الاغنية جواني صراحة مثلكم انصدمت وبس دخلت على انتغرام حق جواني صراحة ان مكت عارف الموضوع بس لكن بس دخلت على انتغرام وشفت الستوري شفت هادا الستوري اوكي كثير قناة بس شوفوا ايش قال حبايبي للناس عم تسأني جواني وين الغنية ما في شي بساعة الغنية ضغطت للرخيصة وامة بالاخص امة يعني هي ان ضغطت كتير مننا بلغت ان هادا المحتوى قاسوية مشان هيك رسالتي للخيصة وامة انه بعد شوية رح تنفكي الغنية ورح يرتفع الدعاوة خاصة طبعا الاغنية حاليا ما زالت محدوفة ثوان شباب تحديث للقصة اللي صار قبل شوية جواني نزل بالانستغرام ستوري وتكلم على الموضوع وقال انه الاغنية رح ترجع خلال نصف ساعة لحط لكم الستوري كامل وشوية صراحة عن الخصف بيسانب هادا الستوري ما رح توصلوا هيبتي كلاب للمصاري عادي بعطيكم اللي بجيبتي حبايبي نصف ساعة وتكون غنية بي خناتي عم بتضحق على شغلي انه والله العظيم انه هن مسخرة يعني الغنية مبزأ عليهم بقلبه يعني خلاص البزأة اكلتوه حتنشرى الناس والناس تحكي فيي البزأة صح بساعة الغنية جابت شمية وخمسين الف وشاهد بس يعني خلاص البزأة اكلتوه من شانك يا جماعة للناس اللي ليست مستواق تحكي هيك انت اكبر من هيك صح انا اكبر من هيك اكبر منهم بكثير بس حبايبي قلبي انا كثير سكتت لناس رخيصة مثل هاي وشفتوا انتو الشي اللي عملوه وانا احترمت كثير الخبز والملع وصاعدتهم اليوم مرة بس هاي ناس كل ما دستبت جوهر اكتر هاي هنو اللي وراهن القفل الكواليس وان شاء الله ان شاء الله بإذن رب العالمين ما يخلوني احكي قصص عن جد تنصدموا منه انتو من شان هيك حاشطا وتبكوا وتعصوا البكة اه لا ابكوا شان الناس تشفق معاكم يعني الناس تفهماني كل الطبخة على الصراحة يعني خلاص كلوا البزأة اسكتوه فالمفروض لما ننزلكم هذا المقطع يكون مقطع جواني الاساسي او الاغنية جواني تكون رجعت يلا كملوا المقطع ما عرف الصراحة ايش راح يتصير هلا هترجع او لا وطبعا الحبي انه اسمع الاغنية تكون ردت الفعلي لاني سويتها الحمد لله ردت الفعلي الان ما نحذفت تكون ردت في الاغنية منك بس صراحة تعليق على كلام جواني صراحة الكلام جواني شوية كان قوي او نقدر نقول مبالغ في انه تكلم على عمبيتان وعلى بيتان فشوية صراحة حسيت انه الكلام قوي اتوقع انه كان بلحظة غبب انه قال هذا الكلام وبس والله يا شباب قلولي اش انتو رأيكم بهذا الموضوع وخليكم اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس على مود نقدر يعني يوصلكم الاخبار بسرعة بسرعة وبس يا شباب اللي هنا وصلنا لها المقطع قلونا رأيكم بالكومنتات لانه فعلا رأيكم جدا مهب بنسبة اليه بنسبة اليه اوكي ومع السلامة